عموماً انتهى منذ قليل مجلس إدارة النادي الآلي من اجتماعه برئاسة كابتن محمود الخطيب هنشوف الزميل العزيز ده يمكن بداية دخول السادة عضاء المجلس لقاعة الاجتماع واتخذ المجلس عدداً من القرارات هنشوفها مع الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الآلي ماذا حدث في اجتماع مجلس الإدارة اليوم نشوف كل التحية لحضراتكم مشاهدي قناة الأهلي ومنصاته المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجمهوره العظيم في كل مكان من المحيط إلى الخليج مجلس إدارة النادي الآلي في جلسة ممتدة بدأت اليوم الخميس 9 يونيو 22 في مقر النادي الآلي بالجزيرة وبرئاسة الكابتن محمود الخطيب نقشة العديد من الموضوعات نسعد في هذه الدقائق بوضع حضراتكم في أبرز ما تناولته هذه الجلسة أو ما رشح عنها من قرارات في البداية الحقيقة المجلس استعرض رؤية مدير النشاط الرياضي لعملية تطوير الألعاب الجماعية والفردية المختلفة الألعاب الجماعية والألعاب الصلاة دائما المطلقة عليها زي السلة الطائرة اليد وخلافه في إطار نهج النادي الأهلي في الاهتمام وتوفير كل الحقيقة وسائل الدعم لهذه الرياضات لتحقيق النجاح المرجو بما يتناغم مع اسم النادي الأهلي الكبير في هذا الإطار تمت الموافقة على التعاقد لمدة عامين مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي داني جوردو وهو مدرب صاحب سيرة ذاتية عظيمة وتجربة سابقة في النادي الأهلي وسيضع مع الكابتن ياسر لبيب والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي تصور للحفاظ على مستوى كرة اليد بالنادي الأهلي وضمان الاستمرارية والصدارة لهذه اللعبة المهمة اللي أصبح لها جمهور كبير جدا ومجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان حريص على توفير كل الدعم الحقيقة للألعاب الرياضية بشكل عام وليست فقط كرة اليد كمان تم تكليف مدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي بوضع تصور الاحتفالية خاصة ينظمها النادي احتفاءا وتكريما للألعاب الجمعية الثلاثة السلة والطيرة واليد اللي حققوا بطولات مختلفة خلال الموسم الماضي سواء رجال أو سيدات وأيضا اللاعبين اللاعبين الألعاب الفردية اللي حققوا إنجازات خلال الفترة الماضية في البداية كمان كان الكابتن محمود الخطيب الحقيقة حريص على وضع مجلس الإدارة في الصورة بشأن الاستعدادات الجارية للمؤتمر الصحفي المهم الذي يعقده رئيس النادي يوم السبت المقبل في الثانية عشر زهرا للحديث عن نهاء دوري أبطال إفريقيا ما قبل وأثناء وما بعد فالحقيقة كانت جلسة مهمة أيضا وافق فيها المجلس على مجموعة من القرارات المتعلقة بالتطوير الدائم والمستمر في مقر النادي وفي فروعه المختلفة في هذه المرة الشيخ زايد الحقيقة أو فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد كان له نصيب الأسد حيث تم اعتماد أو وافق المجلس على تكليف المجموعة الاستشارية مكتب شاكر للقيام بعمل المواصفات الفنية اللازمة لصالتي الأمير عبدالله الفصل وصالة الشهداء الخاصة بمعالجة الأسقف وطرحها للمناقصة كمان تمت الموافقة أو اعتماد القيمة المالية للمقايسات الخاصة بمشروعات الشيخ زايد زي ما قلت لحضراتكم لنصيب الأسد في هذه المرة من أجل إنشاء بوابة على شارع النزهة كمان إنشاء منطقة انتظار كبيرة جراش بجوار ملاعب كرة القدم منطقة انتظار سيارات جديدة حضركم عرفيني في مكان هيبقى في مكان تاني جنب ملاعب كرة القدم وأيضا المقايسات والقيمة المالية الخاصة بإنشاء مسجد وحمام سباحة جديد بفرع الشيخ زايد يعني الحياة دي كانت مجموعة من القرارات اللي استكملت كمان في إطار الاهتمام بتوفير الخدمة اللائقة لعضو النادي الأهلي المجلس وافق على تعيين عدد كبير من العمالة الموسمية بالمقر الرئيسي في الجزيرة وفروعه المختلفة الشيخ زايد ومدينة نصر تحسبا واستعدادا لاستقبال الكثافات الكبيرة خلال موسم الصف الحقيقة يعني هذه مجموعة من أبرز القرارات التي صدرت عن المجلس في اجتماعه لاستمر لما يقرب من ست ساعات اليوم والجلسة ممتدة إن شاء الله يتم تحديد موعد في القريب العاجل لاستكمال هذه الجلسة وما بها من موضوعات أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا دائما الأهلي في المقدمة وتحية مصر يعني واضح أنها كان فيه مجموعة من الأمور اللي محتاجة تقنيم من خلال مجلس الدراء ما حدث في النشاط الرياضي يعني معظمة نشاط الرياضي معظمة التجيز للمؤتمر بتعييم الساب وبعد الإجراءات الإدارية اللازمة زي العمالة اللي محتاجة النادي يعني أما كرة القدم الناس كتير مستنية تسمع حاجة عن كرة القدم لا دي ليها سكة تانية وطبعا مش هيتقال حاجة قبل ما يجي مصر المسلماني اللي حنستعرض مع بعض وجهة نظرنا وحنحاول نبسط الأمور بالطريقة اللي الناس تشوف أقرى ما يكون إلى الحقيقة اشتركوا في القناة